الهيمنة السعودية على البحرين هي هيمنة قديمة وتعددت أشكالها من الهيمنة الاقتصادية وسرقت ثروات البحرين ومنها ما جرى في السابق حيث وضع آل السعود يدهم على حقل أبو سعفة ولقد امتد العدوان السعودي على البحرين وعلى شعب البحرين ليصل ذروته في دخول القوات السعودية الغازية لكي تقمع شعب البحرين وتقمع أكبر ثورة في تاريخ شعب البحرين والتي كادت أن تطوي الحكم السعودي إلا إن آل سعود عادوا إلى الحكم محمولين على الدبابات السعودية لا بد من إحياء يوم ذكرى دخول القوات السعودية الغازية لكي تستمر المقاومة السياسية والميدانية حتى تحرير البحرين